بعض المقاييس أو بعض النسب المعروفة في الدولة بتقول إن المرأة تمثل في مصر حوالي 60% أو حاجة و50% من تعداد سكان جمهورية مصر العربية أنا شخصيا مقتنع تماما إنه هم أكتر من 60% من تعداد الشعب المصري وجود المرأة عندنا مجلس شعب المجلس الشعب ده هو المفروض إنه هو بيعبر عن الشعب وبيعبر عن مشاكل الشعب وبيصن القوانين وبيقضي اختراحات وبيحل مشاكل وبيعبر كل حاجة للشعب داخل بقى فيه كم مرأة؟ ستة من كم؟ 500 إلا ده بعد الثور 2010 كان في المرأة نسبة المرأة في المجلس الشعب أعدادهم يعني من 500 إلا حوالي حاجة و60 طب و2005 كانوا تمانية إحنا بنرجع لقدام ولا بنرجع لورا ولا بنطلع قدام ولا بنرجع لورا مش عارف هنناقش موضوع المرأة وتواجدها في مجلس الشعب طبعا خلاص إحنا يعني بكرة هيجتمعوا وكل حاجة تمام قطر خيره المشير طنطاوي مبارح بالليل أو على المغربية كده عرفت إنه هو عين عشرة من عنده منهم تلاتة مرأة أقباط وعدد تاني بقى حعرف تفاصيل أكتر معايا دفتي النهاردة ودايما بتشرفنا في الستوديو بنتفائل بيها وبالنهاية تتكلم عن موضوع المرأة ومشاكل المرأة الأستاذ النهاد أبو القمصان مدير المركز المصري لحقوق المرأة صباح الخير يا فن صباح الخير شرفتين وحشتين يسعدني ربنا يخليه إزاي حضرتك الحمد لله أستاذ النهاد منطقي إن إحنا 2010 اللي إحنا عملنا ثورة عليها تبقى عددكم كمرأة يعني في مجلس الشعب حاجة وستين وبعد الثورة تبقى في الآخر ستة تمانية أو تمانية خلاص يعني يا ما يخلصوا العد كده يمكن ربنا ينفق بصورة الموضوع ويبقى تسعة عشرة بس لسه النتائج النهائية بعد ما يعملوا القوائم ونشوف فروق الأصوات يمكن ربنا يحلها شوية بس في كل الأحوال مش منطقة يعني اللي إنت قلته في المقدمة مهمة قوي لأن إنت بتكلم على إن المرأة بتشكل حوالي ستين في المية ده مش تعداد إن ده هي ستين في المية بمسؤولياتها الأخرى للبعض الناس يقول لك إيه هي نص المجتمع أو مسؤولة عن نص المجتمع فليه بتشكل ستين في المية هي تعدادا تسعة واربعين في المية إنما ليه حضرتك قلت بتشكل ستين في المية لأن لو إحنا بنتكلم على إنه المرأة مسؤولة عن الأجيال الصعيدة فإحنا بنتكلم على نسبة الأطفال في المجتمع من عشر وخمسة عشر في المية فهي مسؤولة بشكل كبير جدا أو عندها رؤية حوالين مش بس احتياجات الستات لكن احتياجات المجتمع كل فلما تيجي تتكلم على إيه اللي خسرناه في البرلمان ده هل الستات خسرت في الحية لا إحنا رجعنا للمربع الأول اللي هو كان في 2005 كنا تمان إنما المربع الاستثنائي بتاع 2010 ده كان لأنه عندنا 64 كرسي مخصصين في البرلمان فالستات كجنس يعني خسرنا مخسرناش كتير إحنا يعني لسه قدام لنا كتير قوي مين اللي خسر؟ مصر الحقيقة هي اللي خسرت يعني الناس دايما بتسمع بتوع الاقتصاد يقولك إيه؟ مصر تراجعت في الترتيب الاستثماري بتاعها أو مصر تراجعت في الترتيب الاقتماني وده خطر جدا على الاستثمار وخطر جدا على الاقتصاد طيب مصر تراجعت بهذه النسبة أولا بأعلامية نسمه البرلمان الفضيحة مش برلمان الثور ده إحنا بكرة أول اجتماع حضرتك أنا عايز أقولك في مقالة كتبها الاقتصادي المرموق والكاتب المحترم أحمد زياد بهاء الدين كتب فيها كده قال البرلمان الفضيحة في الحقيقة ده كان عنوان المقالة في الشروق وده بقت العنوان الموجود في الأدبات العالمية عن برلمان ثورة أزهلت العالم فإذا به يقصي المرأة ويقصي الشباب اللي عملوا الثور ففيه مشكل كتير جدا فيه طيب مستواك وترتيبك على مستوى العالم فيه حاجة اسمها المنتدى الاقتصادي العالمي ده منتدى مهمة أولا يعني مش حابة تكلمها في قضية بمنظور إحنا الستات خسرنا يا حرام لا 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 خالص خالص إنما مصر خسرت جامت بشكل غير مسبوك إنت ترتيبك في المنتدى الاقتصادي العالمي ترتيب رقمية 24 من إجمال الدول اللي بتعتبر الدول في العالم يعني سيبك من الدول اللي بتجري في الصحرة ده موضوع تاني أولا بعدها شبار لما نتأصل لما بيعملوا حاجة اسمها قياس الفجوة النوعية إحنا رقمية 24 من إجمالي 136 دولة دخلين في القياس ده يعني أنت كده في الآخر خالص أصلا طب الكلام ده كان سنة 2010 طب 2012 هيبقى ترتيبك كام؟ ده سؤال الحاجة التانية منظمة الشفافية العالمية دي اللي بتقيم مستويات الاقتصاديات في العالم مستويات الفساد علشان تقول لكل المستثمرين اللي في الدنيا البلد دي فيها فساد فمش تعرفوا تستثمروا فيها إيه ما لازم تدفعوا رشاوي جمدة جدا منظمة الشفافية دي بقى لها خمس سنين عمالة تحسب إنه الدول اللي فيها ضعفة في مشاركة النساء في صناعة القرار والبرلمينات دي أهم حاجة في صناعة القرار بيزيد فيها الفساد وقالين كده بمنتهى البساطة مش لأن الستات ملايكة وليهم أجنح خالص قال لك إما إن النساء ما عندهمش القدرة على المجاسفة والفساد مجاسف طبعا أو إنه هما ما عندهمش الخبرة على الفساد ففي كل الأحوال إنت عندك حقيقة بتقول إنه كلما زادت نسبة النساء في مواقع صناعة القرار كلما قال للفساد نستفيد بقى من هذه الحقيقة لو إحنا عايزين نعمل مشروع نهضة كويس إنما بما إننا لسه لا عايزين نعمل مشروع نهضة ولا عايزين نعمل محاربة أمية ولا عايزين نعمل الحاجات دي خالص ولسه بنتخانق على تورتة البرلمان وبنتخانق بنفس الطريقة اللي كنا بنتخانق بها أيام حسن مبارك وبنتفق وبنختلف وبالتالي موضوع المرأة ده مش في دماغني يعني كلنا هنتجنن على النموذج الهندي وقولك الهند من 20 سنة كنا بنعتبرها اشتيمة لما حد يقولك هندي يعني حضرتك بيشتيمك النهاردة لما حد يقولك هندي ده معناه انت رقم واحد في العالم في مجالين مجال التكنولوجيا ومجال تجارة الخدمات يعني ايه كل صناعات التكنولوجيا الهندي قدرت تعمل كمبيوتر 8 و 14 دولار علشان تقدر تنزله لولادها اللي في ابتدائي يتعلمه الكمبيوتر كمبيوتر في العالم كله 8 و 14 دولار الهند عندها نووي مش كده الهند عندها نووي الهند على فكرة كانت يعني يوم ما دخل عندنا المشروع النووي ايام تقريب ريبان الزعيم الجمال عبد الناصر كان هو نفس اليوم اللي دخل فيه المشروع النووي في الهند في مصر وفي الهند لا احنا احنا والهند بقى عملنا دول عدم احنا والهند عملنا دول عدم لانحيازه كنا نقود العالم ده يعني هتفتح شجون فبقولك في تجارة يعني في تجارة التكنولوجيا الهند بقت رقم واحد في تجارة الخدمات يعني ايه تجارة الخدمات حضرتك وانت في انجلترا عايز تطلب طبع فيتزا وتكلم الرقم المختصر انت ما بتطلبش الرقم ده جوه انجلترا نعم انت بتطلب الرقم ده وانت في بيتك في انجلترا يرد عليك في الهند وبعدين يعمل لك الطلب السويتشر في الهند السويتش في الهند اللي بيرد عليها رقم واحد في العالم في تجارة الخدمات بقت ايه ليه لان الهند عامت حاجة صريفة قايت لك في المحليات على الاقل طلت المحليات كتا للنساء قالك الستات اللي شطرة بقى في الفصال وشطرة في التفاصيل وشطرة في انها تعرف الخدمات وهي اللي بتودي العيال المدارس في الدنيا لما تمطر الرصيف وما بقاش فيه رصيف كويس هي اللي اول حد هيتعكف العكده هي اللي هتعرف تفوق لانها تزبط للناس خدماتهم وحياتهم ومستوى الجود فبدل ما يبقى عندهم محل صغير كده يجيبوا فيه جهازين بلاي ستيشن زي احنا ما بنعمل هنا لا بقى محل صغير كده فيبقى سنتر كول لتجارة الخدمات لانه خلوا الستات مسؤولة عن صناعة القرار في هذا المدوقع بقى صناعة التكنولوجيا دي بتتعامل زي ورش تحت السلم اللي احنا بنضرف بيها البرشام والحاجات دي دلوقتي بتعامل فيها الكلام سيزان هيت بقى رش يعني خليني اجادل معك شوية نعم هو كام مرأة اترشحت لمجلس اترشحت لمجلس الشعب يعني قدمت نفسها انها تبقى عوضة في مجلس الشعب في انتخابات 2011 دي السنة دي رغم الظروف الامنية الصعبة والسياسية الصعبة تسعمية اربعة وتمانين ست احنا بنهزر وده رقم غير مسبوك ده ما حصلش في تاريخ وسط تسعمية كم؟ تسعمية اربعة وتمانين مرشحة تسعمية اربعة وتمانين يعني بنتكلم في الف تقريبا الف مرأة مرشحة نفسها لمجلس الشعب اه وانتوا وقفين طوابير كسيدات محجبات ومنقبات وغير منقبات وغير محجبات ما انتخابتوش لسه اي بالست حلوة قوي السؤال ده رائع الحقيقة ده حضرتك تقولي الف اي واتعين منهم حضرتكو فتة طيب المشكلة عندكو بقى كسيدات يعني كمرأة بقى لا 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 المشكلة مش كده اما ليه الانتخابات ما بتتحسبش بالبساطة دي اه مش التوابير بتاع الناس ايوا يعني انا هقولك على حاجة ايوا الناس وقف التوابير في الغردقة ايه ووقفوا في لقصر اللي هي البلاد السياحية رقم واحد صح؟ ايه انتخبوا مين ايوا حزب النور اللي بعد قياداته طلع قالك ان الحضارة المصرية حضارة عافنة اه وان احنا هنقفل الشواطر تمام فانتخبوا اللي قعدوهم في البيت وما يبقاش عندهم اكل عيش لان الانتخابات مش بس عايزة التوابير الانتخابات بيحكمها حاجة مستوى التعليم بتاع الناس انت عندك اربعين في المية امية سبعين في المية تحت خط الفقر فكان كويس قوي قوي وينتخبوا حلو جدا لما توزع يعني سمنة وسكر وازاي الزيت ولحمة رخيصة في الواقع ده دي اول معيار للاختيار كويس طيب انت عايز تزبط الواقع ده ما هو ما ينفعش تقول مش هعمل انتخابات وانا عندي اربعين في المية ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا سبعين في المية مش لقين يكل طيب حلو بالناس بقى اللي عندها مشروع نهضة بتزبط الموضوع ده ازاي تمام بقانون الانتخاب قانون الانتخاب بيساهم في النتيجة بشكل كبير كويس فلما تيجي تقولي انا هعمل مشروع نهضة حقيقي بص على الهند اللي كنا اليسا بنتكلم عليها خلوا في قانون الانتخاب 30% على الاقل من السيدات على الاقل طب بص في تونس الجارة الشقيقة اللي جنبنا اللي عايزة تتنقل بقى تبعد عن اللقبات اللي احنا فيها وتتنقل لمشروع نهضة عملوا ايه في قانون الانتخاب بتعلاجنا التأسيسية للدستور 50% على قوايم الترشيح نساء و50% رجال وبالتتابع يعني ايه ودخلوا الستات قد ايه بقى 26% النتيجة دي 26% اه ما جابتش 50% ولا حاجة واحنا نسبتنا كم في المية احنا نسبتنا 1.8% في مصر 1.8% اه وتونس بالانتخاب اللي احنا يعني ماشيين مع بعض يعني 26% لانه قالك ايه بقى 50% و50% رجالة بس ما ترميش الستات في دل القيم بالتتابع يعني ايه اذا بدأت القيمة برجل يتبعها امرأة ثم رجل ثم امرأة اذا بدأت القيمة بمرأة يتبعها رجل ثم امرأة ثم امرأة ليه عشان ساعة ما يفوز يفوز كذا احنا هنا لسه بنشتغل انتخابات بدماغ قديمة فقولنا احنا ميتين على العمال والفلاحين فخلي 50% اللي بقى لك 60 سنة بتختبر هذا النظام وما قداش لنتيجة كويسة حفزت على العمال والفلاحين ولو حطيت حد من العمال في دل القيمة واحنا بنحسب هنطلعه فوق حتى لو هو القيمة ما خدتش كل حد طب لما تجيت لموضوع المرأة قالك واحدة على القيمة ورموها في اي حت فالقوى السياسية ببساطة شديدة اشتغلت على الطريقة القديمة بتاعت احنا مش عايزين نخسر اصوات وعايزين نحافز على اصوات القبلية والعائلية وكذا فسابعة في المية فقط اللي حطوا النساء في اول القيمة وبعدين اغلب القوى حطت يعني الكتلة والحرية والعدالة حطوا في نص القيمة وبعدين الباقي رمى في الاخر فاللي حط في اول القيمة مثلا منهم حزب الوفد عنده تلاتة من اللي نجحوا حزب الوفد كانوا في مقدمة القيمة شلولوا القوايد في الاسماعيلية وفي القاهرة وفدوا ميات اللي شلوا القيمة كانوا ستات ونجحوا ونجحوا القيمة معهم طيب عندك علشان اضمن حاجة تاني الفردي نزل التناء تصارع عليه الكتل السياسية الكبيرة الفردي ده المفروض التلت الفردي اللي خللان للناس المفروض انه يبقى مخصص للبشر الغير منتمين سياسي مش كل المصري يعني النهاردة قبل الثورة كان عندنا اتنين في المية من المصريين هما اللي داخل الاحزان تمام بعد الثورة طلع سبعة واربعين حزب وقول نجحوا في انهم يجذبوا عشرة في المية من المصريين فبقى عندك تسعين من المية في المية مش داخل الاحزان فسيبنا لهم الفردي نزلت الستات على الفردي تنافس فردي زيها في الحقيقة لا نزلت تنافس كرتلات انتخابية يعني يا الكتلة يا الحرية والعدلة بكل فلوسها يا النور بكل فلوسه وكل تأثيره الديني والعاطفي على الناس طيب فكنت في النهاية قدام انتخابات مختلفة هو يعني مبروك يعني مبروك في الاخر عندنا برلمان جديد اخيرا بعد الثورة وان شاء الله اكتمحهم بكرة وان شاء الله يعني يعملوننا الخير وانا تمنى في بعد كده ان احنا ان شاء الله التجوزات او المشاكل اللي احنا وقعنا فيها نحاول نحلها بعد كده قالينا العجلة الدور والعجلة بالدور انتو كمرأة حضريك محامية ما عندكيش يعني استعداد انك انت مثلا ترفع قضية تقولي واجهة نظرك يا جماعة احنا داخلين برلمان دا وان شاء الله هخلاص العجلة تمشي يعني وكده بس ازاي ازاي المرأة في الاخر يبقوا تمانية في الحقيقة الاعلان الدستوري اللي احنا كلنا استفطينا عليه في تساعتاشر مارس المادة تمانية وتلاتين منه بتتكلم على ضمان حد ادنى للمشاركة السياسية للمرأة ده نص في الدستور بس ما قال ليش ضمان المشاركة ده ازاي ولا الحد الادنى يعني احنا كده اقل بكتير او من الحد الادنى على فكرة ولا الحد الادنى ده يبقى لكن موضوع ان انت تعمل قضية على البرلمان لعلشان التمثيل يعني ممكن تبقى وضع دراسة لكن في تقدير ما هياش ده في ظل الاواضي الكتيرة اللي حضرتك بنسمع عنها دلوقتي عن الاواضي خاصة بانه فيه لجان المفروض كانت تتعاد كان فيه لجان مش ماشية صحي يعني فيه اواضي كتير على فكرة فيه طعون طبعا طعون فيه طعون على اللجان وفيه على الدوائر وفيه طعون على مجمل مجلس الشعب يعني فيه طعون دلوقتي على فكرة انه كان فيه لا عدالة النظام القانوني بشكل عام فيه مشكلة حقيقية موضوع منافسة القوى السياسية على الفرد ده يعني اضرب بقطاع كبير من المصريين يعني فيه طعون متعددة بس هي الفكرة ما هياش التعن لمجرد ان الستات استبعدوا او ما استبعدوش ده عايز اقرب من الحل القضائي ان انت بي عندك ارادة سياسية واضحة لشكل الدولة اللي عايزين نتقل ليه احنا عايزين دولة فيها حالة من الادماج ولا لا احنا عايزين نحارب الفساد ولا لا ده موضوع مهم اذا كنا مستفدين من الفساد لازم الوضع يفضل بالشكل ده احنا عايزين نحارب الامية يعني حسني مبارك سايب استلم مصر وفيها 30% امية سايبها وفيها 40% امية طيب الناس السياسيين مستفدين من امية هذا الشعب طيب فيه هنا ارادة لمحاربة هذه الامية ولا كمان عشر سنين نلاقينا 60% امية هي دي القضية اللي احنا محتاجين نتكلم فيها طيب القضية التانية المتعلاقة بالمرأة لما العجلة تدور بقى البرلماند هيشتغل على قضيانا الحقيقية ولا هيستخدم النساء علشان يرفع العالم الجديد على البرلماند بمعنى ايه انت هتشتغل على قضايا تخفف بيها معاناة المصريين والاحتقان الاجتماعي اللي موجود يعني اسكان متوفر للناس تعليم افضل فرص عمل للجميع ولا هنبدأ ندور في دواير الفشل بتاعة حسن مبارك فنحمل الناس المسئولية واول ما يتحمل بقى الستات بمعنى ايه يفشل البرلماند في توفير فرص عمل فقولك والله طب ما تقعدوا الستات في البيوت علشان نعرف نشغل الرجال وهو مش واخد باله انه دي رسالة اعلامية ربما تدخل على الناس لكن عنده طلت الاسر المصرية بتصرف عليها ستات لوحدة وعنده الطبقة الوسطى كلها لازم الراجل والست يشتغلوا مع بعض سيد نهاد خلينا برضو ايه انا مش عايز اه يعني ايه احنا لسه ما شفناش هيعملوا ايه ولا سمعنا هم مانوين يعملوا ايه استمعنا شوية تصريحاتنا السلفيين تخض شوية اي نعم لكن ما زلنا برضو بنقول احنا بقرى الاجتماع ان شاء الله الاول مرة وخلينا نشوف هيعملوا ايه واحنا موجودين اخر سؤال لان فقرتي انتهت حضرتك نازل يوم 25 اه نازل احتفل ولا حداد ولا نازل ايه القرار ليك والاجابة حضرتك انا بسأل طيب بتخلي القرار ليه زي الانتخابات برضو يعني يعني مش عارفة نازلة ولا مش نازلة او هتروحي ولا مش هتروحي لا لسه مش عايزة يعني الحقيقة فيه ترتيبات انا مش هنزل احتفل نعم مبدئيا يعني نعم الثورة ما وصلتش المرحلة اننا نحتفل بنتائجة كويس اه ومصار ان احنا بس قضيتنا الشهداء دي قضية مهمة جدا واحنا محتاجين نحي ذكرى الشهداء نعم لكن محتاجين كمان نتناقش على مصر اللي جاي شكلها عامل ازاي تمام اه علشان كده فيه مناقشات كتيرة حوالين خمسة وعشر اه الاستاذ النهايد ابو القبصان مدير المركز المصري لحقوق المرأة شرفتينها ودايما بتشرفينها وبتنورينها عشان نتناقش ونفتح دماغنا كده لحقوق المرأة والمرأة اللي هي اختي وامي وحبيبتي وجمراتي وانا بقول ان هو اكتر من ستين في المية بالنسبة المرأة اكتر من ستين في المية بالنسبة المسئوليات بالزبط كده برسي يا فندم ديكي وشكرا جزيلا لحضرتك الله يفيد مشاهديننا زي ما قلت في اول البرنامج وردة جميلة اهم وردة كده اهم وردة جميلة لكل ام ابنها استشهد في خمسة وعشرين يناير والاحداث اللي فاتت نهاركو سعيد فاصلوا رجعين